مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو هل اخترع بوليس الرسول عقيدة كفارة المسيح هل اخترع بوليس عقيدة كفارة المسيح لكن قبل ما اتكلم عن موضوع الحلقة اليوم حابب اخد كم دقيقة كده اتكلم معاكم عن فيديو منتشر صدعونا لسنين طويلة بان الارهاب هو نتيجة الفقر والجهل فالارهابيين الاسلاميين في كل بلاد العالم صاروا ارهابيين ليس لاجل تعليم الاسلام ولا لاجل التربية التي تربوا عليها لكن لانه ظروفهم الاجتماعية من فقر ومن جهل هي التي دفعتهم الى الارهاب واعمال العنف طبعا دي نظرية كل يوم بتثبت فشلها لانه السبب الاساسي ليس الفقر والجهل لكن السبب الاساسي هو النصوص والتربية التي نشأ عليها الشاب المسلم الفيديو اللي جايده بيأكد لنا الحقيقة دي الفيديو يعني لو حبيت اوصفه هاوصفه لحضراتكم بكلمات معينة لكن خلينا نتفرج على الفيديو ده الفيديو ده لشاب سعودي يبدو انه متيسر الحال للدرجة انه مسافر اوروبا لكنه في اوروبا بيدخل الى الكنيسة ونشوف مع بعض هو بيعمل ايه قوة الكنيسة مشروع داعشي ده بالزبط مشروع داعشي ده بالزبط اسامة بن لادن الثاني نشوف مع بعض اولا بيسألها بيقولها اريو كريسين فالست يعني مش فاهمة هزت رأسها بعدين بيعمل يبع بيدعليها يا رب تموتين النهاردة مش بكرة بيس بجانب اللي تلأدب it's a good word in Arabic nice to meet you الله ده كلام خوائز بالعالم وانا قاعد اشوف الاشياء المعلقة هنا يدي قامت تنتفض قامت تنتفض الله من الحرارة والشناء ويخدك تفسر صليب كاله ايه واريو هل لديك اشترك لتسألها this is the point yes of the church you want me to pray here for this اشترك لتنعظم الله بالتكلب اخر عمري انا تغريني والله فيدي لاجمال عنوال ديها بش تسوي ما تقدر تسوي شي طيب هذا الشاب هو مشروع داعشي داعش متجسمة في هذا الشاب عليل ادب ده اقل حاجته يوصب بيها مش متربي لا اهله عرفه يربه ولا المجتمع عرفه ربيه طالع جواه كراهية وبغضة لغير مسلمين بيتعدى على حقوق غيره في اماكن عبادة غيره انا لو مسؤول في البلد الاوروبية دي مش بس ان انا ارحله ده انا اعمله قضية كراهية ودخله السجن كويس هتقول لي ده بيتصرف برحته ده بيتصرف اصلي بمفرده اقولك الشاب ده اتربى على الكراهية كراهية غيره كراهية الاخر تخيل واحد يدخل جامع واحد مسيح يدخل جامعة في السعودية ويعمل فيديو زي كده يعني لا احترم كبر السن بتاع ست لا احترم المكان اللي موجود فيه ولا احترم اعتقادها وايمانها الشخصي وكذاب بيجتمها ويدعو عليها ويقول لها سجود وورد ان عربي ان عربي انا ما شفتش بصراحة اللي تقدب اكتر من كده ومحدش يجي يقول لي اصله الارهاب نتيجة الفقر والجهل الارهاب نتيجة فكر بيتربى عليه الشخص نتيجة عقيدة بيتشبع بيها حاجة بتسقيها للشخص من وهو صغير وبتربي عليها الفيديو ده لا يسيء الى المسيحيين فقط اعتقد الفيديو ده يسيء الى السعودية وفي حق كل شخص سعودي محترم متزن يحبوا انه سورة السعودية باكويس طيب نرجع الى موضوعنا هل اخترع بوليس عقيدة كفارة المسيح من الاتحامات التي دائما ما يتهم بها المسلم المسيحي المسلم التام بها المسيحي هو انه ما في المسيحية من عقائد لم ينادي بها المسيح بل هي من اختراع بوليس والكنيسة اكدتها فيما بعد فعقيدة لهوت المسيح زي ما شفنا الاسبوع اللي فات عقيدة من اختراع بوليس مع ان احنا اثبتنا كذب هذا الادعاء وانه لهوت المسيح مؤسس من فم المسيح نفسه ومما قاله يسوع عن نفسه واعلنوا يسوع للجموع عن من هو وعن افعاله كلها اكدت لنا ان لهوت المسيح لم يكن اختراع لا كنيسة ولا اختراع شخص لكن لهوت المسيح حقيقة اعلنها المسيح عن نفسه ولم يتطور مع الزمن لم يأتي فيه وقت كانت الكنيسة بدون ايمان بان المسيح هو كلمة الله المتجسد لم يأتي وقت في تاريخ الكنيسة امنت الكنيسة ان يسوع المسيح هو مجرد نبي بالانبياء بل من اول ما بدأت الكنيسة ونشأت الكنيسة في يوم الخمسين كانت المنادات بان يسوع المسيح هو كلمة الله المتجسد الله الظاهر في الجسد وشوفنا ده الاسبوع اللي فات واللي مقدرش يشوف الحلقة الحلقة موجودة على صفحة عبر الكتاب صفحة الفيسبوك وكمان ممكن يشوفها على اليوتيوب حلقة رقم مئتين خمسمية وعشرين من برنامج عبر الكتاب نهاردة هاخد الجزء الثاني الجزء في الادعاء اللي قال ان عقيدتي لهوت المسيح والفداء والكفارة هم اختراع بوليس كلمة نهاردة عن الجزء الاخير وهو عقيدة الفداء لكن نشوف هذا الادعاء وهو ادعاء معروف والاخوة المسلمين بيرددوه وزي البغبغانات زي ما بقلت خلينا نشوف الادعاء واكيد بوليس شارك في مسألة الغلو في المسيح كويس لما يقول كان منغمسا لما يقول الغلو في المسيح يعني حول المسيح من انسان الى اله ده فكرة الغلو في المسيح انه الهية المسيح المسيح لم يكن اله لكنه بوليس يعني شارك في الغلو جعل من المسيح ما لم يكن ما لم يكن جعل من شخص المسيح ما لم يكن المسيح جعل منه إله ده الفكرة الأساسية إيه الحاجة التانية هو أكيد بوليس شارك في مسألة الغلو في المسيح وأنه كان منغمسا انغمسا شديدا أيضا في الأفلاطونية وفكرة الوسيط بين الله والناس وعبادة الله عن طريق المسيح والكلام ده كله ودي كانت البذرة لكن الأهم الكفارة والتبرير من فكر بوليس وليست من فكر المسيح الكفارة والتبرير من فكر بوليس وليست من فكر المسيح طيب أنا هنشوف هنشوف الكلام ده صح ولا غلط هنشوف الكلام ده صح ولا غلط هنشوف كلام المسيح أساساً عن نفسه مهم كان المسيح معلمش عن الكفارة وأنه مجيء هو كفارة وبعدين يكون كلامك صح لكن خلينا نشوف الأنجيل قالت إيه وهنتكلم عن الجزء ده بالتفصيل لكن زي ما وريت لحضراتكم الأسبوع اللي فات برضو هعيد نفس الفيديو لشخص آخر هو وصل إلى مرحلة من الاقتناع أنه بوليس إذا كان بوليس هو اللي اخترع لهوت المسيح واخترع كفارة المسيح يبقى بوليس أراد دمار المسيحية وفاشل حاول يضطهد المسيحيين مرات ومرات وفاشل وبل بكل مرة كان يضطهدهم كانت أعدادهم بتزيد فبوليس فكر مع اليهود الأشرار يعمل إيه عارفين أعمل إيه عبر حيم أعمل إيه عبر حيم أبضل بوليس عمل كده أعمل إيه أعمل إيه اتفق مع اليهود أنه أحسن حاجة أنا أدخل خلصة متخفي كأني مسيحي أدخل اليهودية أنت عارفين أفلام ألف الليلة وليلة يعني نفس الحكاية حاجة كده من اختراع الدماغ البشرية أدخل الإيمان المسيحي وأعمل نفسي على إني مسيحي وهب أبقى كبير كويس؟ وأدمر المسيحية من الداخل فلأنا فشلت إن أنا أعمله وأنا برا أنجح إن أنا أعمله وأنا جوا وبكده يكون المسيحية تدمرت من الداخل وليس من الخارج بس يا شاطر لحد النهاردة المسيحية لم تدمر بل أعداد المسيحيين في زيادة وأعداد المؤمنين في زيادة يعني كلامك غير حقيق وبعدين إزاي واحد يخترع كذبة إزاي واحد يخترع ويموت من أجل الكذبة ده يبقى عبيط يعني أنا عارف إنه أنا دخلت المسيحية ومثلت على إن أنا مسيحي وبعدين أموت من أجل المسيح ده إنت إنت في عقلك ما هو أنا معرفش حضرتك بتشعبه يعني ما هو واحد يخترع حاجة زي كده أكيد أكيد ما يبقىش فوعي أكيد في حاجة بالشبهة غير بول البعير يعني خلينا نسمع ما احترامل شخصك يعني نسمع لكن اليهود ما رح يسكتوا أخونا الكرام مش هاناك اليهود شايفوا إنه تقتيل أتباع سيدنا المسيح ما عم بينفعل لأنه عم بيضلوا سابتين على الإيمان وعم بيضلوا يدعوا إلى الإله الواحد لأحد وعم بيطبقوا الشريعة يلي فتح فيها ملكوت السموات من جديد بوجوه الناس فشو عملوا أخونا الكرام فجابوا شاول اللي هو بولوس بعدين واتفقوا معه أخونا الكرام إنه يضلوا أتباع سيدنا المسيح عليه السلام مثل ما كانوا ضلين أتباعهم وضلين شعبهم بني إسرائيل يرجع يضلوا أتباع المسيح ويرغولوا الشريعة ويضلوهن عن سبيل الله شوفت بس ما قال ليش دفع له كام دفعوا اليهود دفعوا البوليس كام دفعوا الشاول كام يعني عشان يعمل كده مدام أنت بتقول قصة أكيد القصة اللي تقولها حقيقة بس دينا تفاصيل طيب هل في إثبات تاريخي هل في أي إثبات ولا ده من تأليفك طيب فده إدعاء وإفتراء وتدليس ده ببساطة إدعاء وإفتراء وإيه وتدليس وليس من المسيحية وليس في المسيحية هذا الفكر على الإطلاق هسألك سؤال وأسأل كمان هذا السؤال لمحمد شيني التعب إذا كانت المسيحية من اختراع بوليس أنت بتقوله المسيحية من اختراع بوليس أو كفارة المسيح من اختراع بوليس كفارة المسيح من اختراع بوليس فلماذا يعتبر صلب وموت المسيح مركزي في الأناجيل ده مش في تعاليم بوليس أنا بكلم في الأناجيل ليه ليه هناك مركزية أساسية في الأناجيل اسمها صلب وموت المسيح للدرجة أنه الأناجيل خصصت أربعين في المية من محتواها علشان يكلموني على الإسبوع الأخير يعني احنا لو جمعنا كل تعاليم بوليس في رسائله كم آية بيكلموا عن الصليب مية أكتر أقل لكن في الأناجيل أنا عندي أربعين في المية من محتوا الأناجيل أنا في مرة عادت عدهم يمكن عدية أكتر من ستمائة آية ستمائة آية الأناجيل الأربعة بيتكلموا عن الإسبوع الأخير إذا كانت عقيدة الكفارة من اختراع بوليس فكيف نفسر أن الأناجيل الأربعة خصصت أربعين في المية من محتواها لصلب وموت المسيح ليه متى يخصص هذا الكم الهائل من الأصححات للإسبوع الأخير وليه مرؤس يخصص هذا الكم الهائل من الأصححات ليه إسبوع الأخير ولماذا لؤى نفس الشيء ويهانا نفس الشيء يعني 33% من إنجيل متى مخصص للإسبوع الأخير 37% من إنجيل مرؤس مخصص للإسبوع الأخير 25% من إنجيل لؤى مخصص للإسبوع الأخير 42% من إنجيل يوحانا مخصص للإسبوع الأخير إذا كانت العقيدة من اختراع بوليس يبقى أكيد بوليس يعني كان لازم هو اللي يكلم عن الموضوع ده والإسبوع الأخير بالشكل ده لكن تلاميذ المسيح متى ويحنى ومرؤس الذي كتب على لسان بوتروس يخصص هذا الكم الهائل من الآيات والتفاصيل عن موت المسيح يبقى أكيد موت المسيح له أهمية يبقى أكيد ألام المسيح لها أهمية يبقى أكيد الصليب مركزية في المسيحية زي ما العهد الجديد بيحتوي على أكتر من تحقيق أكتر من 175 نبوة عن موت المسيح هذا حتى النبوات اللي هي تفاصيل دقيقة جدا قال أنا عتشان على ثيابي ألقوا قرعة عزمة من عظامي لا تكثر إيه لي إيه لي لما شبقتني يعني وتمت بالتفاصيل تمت حرفيا في المسيح وعند أنتيجي أنت بعد ده كله تقول لي موت المسيح اختراع بوليس طيب عشان نوضح الفكرة أكتر الكفارة ليست من اختراع إنسان الكفارة هي فكرة الله لغفران خطيط الإنسان وهي الكلمة سواء كفار بالعبري تعني غطاء ستر لأن الإنسان خاطب والله يبغد الخطيئة ويكره وعقاب الخطيئة هو موت فلابد أن تخفر هذه الخطيئة وتستر لكي ما يعيد الإنسان الشركة مرة تانية مع الله أول ما بنقرأ عن هذا الموضوع بنقرأ عن فكرة الكفارة وعن ألام المسيح وأنا بقولها تاني ألام المسيح بنقرأ عنه في حدث بالسقوط لما ربنا قال وأضع دا وبينك وبين المرأة بيكلم عن الحية وبين نسلك ونسلها هو مذكر مفرد هو المسيح والتفسير والتلمود اليهود بيأكد لنا أنه الكلام هنا هو عن المسيح هو يصحك رأسك وأنت تسحكين عقبه الألم في صحق إبليس وتحرير الإنسان سوف يتألم المسيح ألم المسيح وموته تحدثت عنه نصوص كثيرة في العهد القديم نصوص كثيرة تحدثت عن ألم المسيح وموته مزمور 22 مزمور 34 مزمور 69 مزمور 109 لكن كمان النبوات الشعياء وزكريا تكلموا بالتفصيل عن ألم المسيح أشهرهم أشعياء 53 وكلنا عارفين أشعياء 53 بيقول إيه لما يتكلم عن المسيح المتألم محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوك لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثما جميعنا إلى آخر هذا الأصحاح الذي يطلق عليه الإنجيل بحسب إشعياء ماذا عن زكريا أنا أرى لكم من النبوات الجميلة جدا نبوات زكريا أصحاح 12 وأصحاح 13 بل زكريا النبي يعتبر التاني بعد إشعياء من حيث الأنبياء يعني يعتبر التاني بعد إشعياء في الحديث الكثير عن المسية وألام المسية يعني هو أكتر سفر اكتبس في العهد الجديد كان سفر المزامير لكن إشعياء يعتبر أكبر سفر نبوي يتكلم عن المسية مباشرة بعد يأتي سفر يمين سفر زكريا الأوصاف والكلام عن المسية ابتداء بالأخص ابتداء من أصحاح 9 كتير كتير جدا لكن خلوني أقرأ كام آية لحضراتكم من سوريا من سفر زكريا أصحاح 12 سفر زكريا أصحاح 12 بيقول لنا هذه الكلمات ابتداء من عدد 10 وَأَفِيدْ عَلَى بَيْتِ دَوُودِ الرب هنا هو المتكلم أَفِيدْ عَلَى بَيْتِ دَوُودِ وَعَلَى سُكَّان أُرْشَلِيم روح النعمة والتدرعات فَيَنْزُرُونَ إِلَيَّ دَوْرَبِ الْرَبِ المتكلم فَيَنْزُرُونَ مِش إِلَ لا 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 يَنْزُرُونَ إِلَيَّ إِلَيَّ أَنَا الَّذِي تَعْنُوه النص يعني يعني جبار فعلا النص ده يعتبر من النصوص الجميلة جدا اللي بتتكلم بوضوح مباشر على أن الذي تُعْن هو ابن الله الله الظاهر في الجسد مش كده يقول وَأَفِيدَ عَلَى بَيْتِ دَوُود وَعَلَى سُكَّانِ أُرْشَلِيم روح النعمة وتدرعات فَيَنْزُرُونَ إِلَيَّ الَّذِي تَعْنُوه وَيَنُوحُوا عَلَيْهِ كَنَائِحٍ عَلَى وَحِيدٍ لَهُ وَيَكُنُونَ فِي مَرَارَ عَلَيْهِ كمان هو في مرارة على بكري عايز أقول أنه أشد أنواع الحزن أن الإنسان يحزن على ابنه أشد أنواع الحزن ربنا لا يجرب أحد لكن هم لما ينظروا للرب الذي هم تعنوه هيجي وقت وهيتوبوا ويرجع له رب وهينظروا للذي تعنوه وينوحوا إزاي عملنا كده ويتوبوا ويقبلوا المسيح نص في منتهى الجمال لكن كمان في أصحاح 13 بنجد يعني أكتر من نبوة في أصحاح 13 لما يقول في عدد واحد في ذلك اليوم وهو إشارة إلى المستقبل يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أرشاليم للخطية كويس للخطية وللنجاسة يكون هناك ينبوع مفتوح للخطية وللنجاسة كويس يعني بمعنى أنه هيكون هناك غفران غفران إلهي هذا الغفران الإلهي يحقق المسيح وحده لكن يجي فيه عدد سبع ويقول استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي وكلمة رجل رفقتي الرجل الذي هو من نفس النوع طيب أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغة طيب معنا الأخ خالد من السعودية وخلينا ناخد مدخلة ألو ألو السلام عليكم أهلين وسهلا بك أهلا وسهلا أخ خالد كيف حالكم كمان كيف صحتك أنت الحمد لله أنا تابعكم سنوات طويلة لكن عندي سؤال ألو أيوة سمعك تفضل أخ خالد عندي السؤال محيرني في المسيحية أيوه إذا كان الأب والإذن واحد لماذا شخصية المسيح دائما هي المتفردة في الحديث عنها في المسيحية أين هو الأب يعني كثيرا نتابع برامجكم أيوه حديث عن يسوع 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 وهذا هو الإذن لما تفردون حلقة عن الآب أين شخصية الآب يعني دائما فقط الإذن أنا هي شخصية الآب حاضر حاضر شكرا أشكرك أشكرك الأول على مدخلتك خالد شخص طبعا لا يمكننا في المسيحية أن نتحدث عن الإيمان المسيحي بدون الآب فأول عقيدة هي عقيدة إيماننا في الله ويكلمنا كثير عن إيماننا في الله وإيه هي صفات الله وإيه هي أعمال الله وإيه هي يعني عظمة الله الآب كويس ولا يمكننا أن نتحدث عن المسيح بدون الآب لكن كيف رأينا الآب أو كيف عرفنا عن الآب في وجه يسوع المسيح في وجه يسوع المسيح لأنه الرب يسعل من رأاني فقدر الآب الآب هو الذي أرسل الكلمة إلينا الآب هو الذي أعطانا الإبن ليموت نيابة عنا على الصليب الآب هو الذي منذ الأذل وإلى الأبد يتم مقاصده في خلاص الإنسان وفي نجاة الإنسان الآب الذي هو من أول سفر التكوين نرى في البدء خلق الله السموات والأرض إلى آخر سفر في سفر رؤية نرى أنه يصنع سماء جديدة وأرض جديدة إيمانا المسيحي لا يستقيم بدون إيمانا في شخص الآب لكن لما بنتكلم عن شخص المسيح وبالأخص يمكن في البرنامج هنا لما بنتكلم عن كفارة المسيح والآخر لأنه الهجوم دايما على شخص المسيح الهجوم على طبيعة المسيح وعلى عمل المسيح فيمكن كده عشان كده دايما بنتكلم عن المسيح لكن أنا مرات ومرات اتكلمت عن إيمانا في شخص الآب طبيعة الله صفات الله جوهر الله الآب أعماله يعني كل هذه الأمور تكلمت عنها فلا يمكننا الحديث عن المسيح منفصلا عن الآب لأنه نحن نتحدث عن إله واحد الإله الذي كلم الأباء قديما بأنواع وطرق كثيرة لكنه كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أشكرك أخونا خالد طيب أجي إلى فالمسيح وألامه موجودة في العهد الأديم نحن ميش بنخترعها المسيح وألامه موجودة في العهد الأديم الفصح وخروف الفصح موجود في العهد الأديم هو ليه ليه ربنا قال لشعب إسرائيل لازم تجيب خروف وتتباحه وتاخد من دمه وترشه على العتبة العليا والقائمتين الغرض لكي لا يهلكه لكي لا يقعوا تحت الدينون الإلهية الحقيقة التاريخية دي ما حدش بتكلم عنها و لما بيجي الإخوة المسلمين يتكلموا عن إنه الكفارة مش موجودة في الكتال المؤدسة ما حدش بيرجع للعهد الأديم ويفكر في الموضوع ده الفصح وخروف الفصح وارتباطه بالكفارة اقرأ بالتفصيل عن الزبائح رجع الشرير بيحصل المغفرة وما نفعش تقطيع آية من قارنتها كلها سواء السفر أو العهد القديم كله في النظام الزبائح هدف الزبائح في العهد القديم قدر أقول أربع حاجات إيه الهدف الأساسي شوف لما نقرأ سفر الخروج ونقرأ في ال ابتدان من أصحاح عشرين وربنا يبدأ يكلمنا عن النموس المساوي دي الوصايا دي الشرائع لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا ممن في السماء ومن على الأرض أو من تحت الأرض الوصايا الوصايا المهمة جدا مش بس الوصايا العشر لكن كل الوصايا الأخلاقية الأخرى والسلوكية والتقصية لكن بعد لما يدي الوصايا دي يروح يقول لموسى موسى دي أوصاف خيمة الاجتماعة دي ده المكان اللي هتقدم فيه زبايح طب هو ليه ليه عمل كده لأنه ربنا عارف أنه الإنسان لا يمكن أبدا أن يحفظ النموس الإنسان هيخطئ وإذا أخطئ الإنسان ما يبقاش له الحق الوجود أمام الله لأن أجرة الخطيئة موت والله قدوس لكن كيف للإنسان الخاطئ أن يقترب مرة ثانية إلى الله من خلال خيمة الاجتماع والدبائح دي نقطة في غاية الأهمية في دراستنا الكفارة في العهد القديم عش كده الكفارة أو الزبايح كان ليها أكتر من غرض أول غرض أنه رب أراد استحضار الخطيئة إلى ذهن وضمير شعبه ليتعلموا كراهية الرب لها أنه الخطيئة خاطئة جدا ولما بتخطئ أنت بتقع تحت الدينون الإلهية لأن كل أجرة خطيئة هي موت ولما بتاخد الزبيحة وتروح تقدمها أنت بتتذكر أنه فعلا أجرة الخطيئة موت أن الله بيكره الخطيئة تأول هدف تاني هدف ليتعلموا قضاء الرب على الخطيئة وهو الموت لما بياخد الشاه ويروح يقدمها ويحط إيده على الشاه ويقر بخطيئة هو يعلم جيدا أن الشاه البريئة دي هتموت نيابة عنه هيسفك دمها نيابة عن دمه يعلم جيدا أن أجرة الخطيئة موت في كل مرة شعب الرب يقدم فيها زبائع هو يتذكر قضاء الله على الخطيئة حاجة الثالثة الرب أراد أن يعرفهم أنه يوجد طريق واحد للغفران وهو سفك الدم وهو الموت ما فيش واحد إسرائيلي ويس قال أنا ممكن أن ألغفران الله بأي طريقة أخرى غير الزبائع تقطع هذه النفس الطريقة الوحيدة أنه يسفك الدم الطريقة الوحيدة هي كفارة بالدم حاجة الرابعة والأخيرة ليعطي شعبه أن يدرك عن هذا العمل العظيم وعن عظمة وكملات الشخص أن كل الزبائح العهد القديم كانت ترمز للمسيح هي رمز للمسيح تشير للمسيح هو الزبيح الأعظم هو الزبيح الأعظم طيب أجي إلى العهد الجديد والأنجيل قالك الأنجيل وكلام المسيح يخلو من الإشارة إلى عقيدة الكفارة بجد سدوني ده كلام اللي بيقولوه زي ما بيقولك كده أنه قولا واحدا بوليس هو الذي اختر عقيدة الكفارة حضرتك ما أريتش في الأنجيل خالص طيب ما أريتش كلام الملاك عند ميلاد المسيح إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم ليوسف قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع حضرتك قريت العبارة اللي جاية ولا مريتش لأنه يخلص شعبه من خطاياهم كيف لميلاد المسيح لصابي يولد أن يخلص شعبه من خطاياهم هيعمل ايه ازاي هخلص الشعب ومن خطاياهم والغفران والكفارة في العهد الأديم بيتم عن طريق الدم فكيف كل خطايا الشعب بتغفر في يوم الكفارة العظيم فكيف لخطايا الشعب بتغفر بعيدا عن الزبيح وهنا ربط الملاك ما بين مجيء المسيح وإرسالية المسيح هو جاي لي هو المسيح جاي لي جاي علشان يخلص شعبه من خطاياهم وشعبه ليست بيه المعنى الضيق لكن شعبه بيه المعنى الكبير كل من آمن به ده في كلام الملاك ده احنا لسه بنقرأ في متة واحد طيب هتقول لي ده كلام الملاك بس مش كلام المسيح كويس أقول لك حاضر ماذا قال سوري يوحن المعمدان ماذا قال يوحن المعمدان عن الرب يسوع مش يوحن المعمدان ده واحد من الأنبياء العظم طيب ناخد كلامه ولا ما ناخدش بكلامه اذا كان نبي ناخد بكلامه طيب يوحن المعمدان لما رأى يسوع مقبلا اليه قال ايه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم طيب اقول لي بقى يوحن كان بيفكر يوحن المعمدان كان بيفكر في ايه لما يقول حمل الله وكان بيفكر في ايه لما يقول يرفع خطية العالم اللي كان في فكره هل مجرد بس مجاملة للمسيح بيقول الكلام ده ولا هناك صورة صورة مرتسمة في فكر يوحن بيراها بتتجسد قدامه صورة الفصح صورة خروف الفصح صورة الزبائح في العهد القديم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وكيف له ان يرفع خطية العالم الخطية ترفع بسفك الدم هتقول لي طيب ده كلام الملاك وده كلام يوحن بس ده مش كلام المسيح اقول لك عندك حق عندك حق طيب المسيح قال حاجة عن موته ارسليته كفرته ولا مالش ولا زي ما بتقوله انه ده اختراع بولس طيب ماذا قال الرب يسوء عن نفسه وعن صلبه وعن موته طيب ده كلام المسيح اللي قاله عن نفسه ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم مش يعود والناس تخدمه بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين يبقى حاجتين يعمل حاجة الاولانية انه هيخدم وعاش حياته يخدم يقول يصنع خيرا يشفي كل المتسلط عليهم ابليس والحاجة التانية يبذل يعني يبذل يعطي نفسه يعني برضو يعطي نفسه يموت يموت عن النفوس طيب لي يموت فدية عن كثيرين والفدية هي تمن بيدفع لتحرير اسير او اطلاق واحنا صرنا مأسورين خطية حكمت علينا بالموت المسيح جاء لكي ما يدفع تمن خطيانا هو ده كلام المسيح ولا مش كلام المسيح طب ليه حضرتك سايب الاية دي ليه مش بتتكلم عنها اصلا الاية دي ما تخدمش غرضك او ما تخدمش ادعائك الكاذب ان بوليس هو مخترع عقيدة الكفر فبالتالي مش هتذكر طب ماذا عن الاية دي بقى بجد شوف شوف لي حل ليها ما هو يعني انت كلام الملاك رفضته كلام يحنى هتقولي ده كلام يحنى المعمدان كلام المسيح عن نفسه يعني هتقبلوا الاية الاولانية عن غضل طب ماذا عن الاية دي ما تفسر هالمها يريد كده تطلع تعمل لنا حلقة محمد شهيني تعب شاطر يعني في عمل حلقات بسهولة جدا اعمل لنا حلقة عن تفسير الاية دي بكلمة جد يمكن احنا مش فاهمين او فاهمنا دي فاصر هلنا يا راك فاصر هلنا ايه يعني كلام المسيح كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان هي الحية لما رفعت تعرف قصة الحية اولا ورفع الحية ولا لا لما شعب الرب تمرد مرة واثنين وثلاثة واخطأ في حق الله ربنا عقبه في حيات كتيرة في البرية بدأت تقرس ويموت عدد كبير منه كده ينونة من الله الشعب صرخ لموسى وموسى صرخ للرب فقال له ربنا ايه اعمل حية من نحاس وحطها على خشبة وحطها على منطقة عالية كل من لدغته الحية ونظر الى الحية النحاس بايمان يشفى يجي الرب يسوع يقول زي ما موسى رفع الحية رفع على خشبة هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان ازاي على فكرة كلمة يرفع هنا مش معناها انه ورفعه الله اوعى تروح للنقطة دي وقال لا تكون يعني اه اه في مشكلة في تفكيرك لانه هنا بيقول كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان بنفس الطريقة as بنفس الشكل ينبغي ان يرفع ابن الانسان والمسيح رفع على الصليب طب لماذا يرفع المسيح على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية اليست الكفارة متضمنة في الجزء ده اليست حتمية الصليب متضمنة في العبارة اللي قالها المسيح هنا ولا عندك تفسير تاني طيب نيجي الكلام المسيح أليس هذا هو كلام المسيح ليه ينبغي ان يسوع المسيح يذهب الى ويتألم كثيرا ده بيقولك ينبغي must he has to go ما فيش حل تاني ينبغي ان يذهب الى أرشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم عمرك شفت واحي عايش على هذه الأرض عارف هيموت ازاي وامتى وفين عمرك احنا يعني يعني الواحد الأمنية بتاعته ان يموت في بيته على سريره ربنا اديك طولة العمر لكن عمرك شفت واحد او تقابلت مع شخص عارف هيموت فين وازاي وامتى وعلى يد مين وبعد ثلاث ايام هيقوم مين دا مين دا تاني وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس he will be given يسلم حتى يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه في اليوم الثالث يقوم هنحن صعدون إلى أرشاليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة ابن الإنسان هيسلم نفس الفكرة إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به يعني مش اليهود كمان الأمم دا مش كهنة اليهود دا كمان حكام الرومان وعساكر الرومان ويجلدونه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم هو ليه رب يسوع بيأكد على أنه لازم يروح لأرشاليم ولازم ينبغي أنه يسلم وينبغي أنه يقتل ويموت وفي اليوم الثالث يقوم ليه أهميتها ايه قل لي أنت أهميتها ايه ايه أهميتها دا كل الناس بتهرب من الموت كل الناس بتهرب من الموت ايه أهمية أن المسيح ينبغي ايه 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 حتمية أنه يموت ليه الموت بتاعه حتمي إذا كان هو مجرد واحد من الأنبياء ليه موته حتمي ايه قيمة الموت بتاعه ما كل الأنبياء ماتوا ايه قيمة الموت مش معنى الرب يسوع موته له هذه القيمة في مرء الثماني يقول وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم يعني زي ما قلت عارف اللي هيحصل وإزاي وإمتى وفين وفي اليوم الثالث يقوم شفتوا شفتوا حد متحكم في حياته بهذا الشكل لا هيموت يوم بدري ولا يوم متأخر واليوم اللي هيموت فيه هو يوم الفصح عند اليهود لأن المسيح فصحنا ومتحكم كمان في قيامته ونيجي في الآخر نقول المسيح لم يدعي أنه هو ابن الله نقرى كمان هنحن نصعدون إلى أرشليم وابن الأنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم هذا هو يسوع الذي مات وقام مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريرنا ويوم بوليس فهم الحقيقة قال هذه الحقائق أن إنجيل يسوع المسيح هو أن يسوع المسيح بحسب الكتب مات ودفن وبحسب الكتب قام وزهر ليس لأحد حب أعظم من هذا أعظم برهان لحب إنسان أن يضع نفسه لأجل أحبائه والمسيح والمسيح برهن على حبه عندما وضع نفسه مكننا نحن الخطاء أن الله بيّن محبته لنا وإذ ونحن بعد خطاء مات المسيح من أجلنا نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون محبا